لننظر إلى أوراقنا في لعباتنا التي أرفض حتى الآن أن أذكر لك اسمها لدينا هذه المرة ورقتين فقط لكنهما يكفيان جدا لفهم ما نحن مقبلون على كشفه الورقة الأولى هي ورقة الفامباير أو مصاص الدماء وعليها صورة بشعة لمصاص دماء مخيف والورقة الثانية هي ورقة الكونت دراكولا وعليها صورة الكونت دراكولا وهو يرتدي عباءته الشهيرة ويبتسم في سخرية مخيفة ووراءه تبدو قلعته المظلمة اقرأ يا دراكولا 1450 بعد الميلاد اقرأ يا دراكولا يا عزيزي هيا ورائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو ألد الخصام ردد دراكولا وراءه في ملل ونطق أعجمي نظرت إلى وجهه لا أدري لماذا لا أرتاح لهذا الفتى انتبه معي هنا فيما يسرح عقلك الصغير هيا ردد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها من السيء أن يكون دراكولا أخاق من السيء أن ينام دراكولا بجانبك من السيء أن ويهلك الحرثة والنسلة والله لا يحب الفساد ظل دراكولا يردد الآيات والشيخ يقرأها واضح أن دراكولا يكره الشيخ هذا ليس غريبا فأخي يكره الجميع يكرهني ويكره هذا المكان ويكره القرآن بالإضافة إلى أن هذا المشهد جعلك ترفع حاجبيك في دهشة ثم تخفضهما في سخرية ظل أنني أحكي قصة كوميدية لا يا صديقي ها أنا ذا رادو بشحمي ولحمي أجلس في هذا المسجد وها هو أخي دراكولا بشحمه ولحمه يجلس بجانبي يردد آيات القرآن والشيخ يصرخ فيه وقد بدأ كل هذا الغباء يضايقه دعني أحكي لك الحكاية منذ البداية حتى يزول عنك العجب إن أبي كان حاكما على مملكة ولاكيا وقد أطلق عليه شعب ولاكيا اسم دراكول وتعني بالرومانية التنين هذا لأن والدي كان عضوا مؤسسا في تنظيم سري مريب من الفرسان يدعى تنظيم التنين وقد وضع أبي رمز التنين هذا على العملة في ولاكيا وعلى الدروع الحربية أيضا فشع بين الناس تسميته التنين دراكول أو دراجول كما ينطقها الأهالي في ولاكيا سيد دراكول إنها رسالة من السلطان العثماني يا سيدي ها قد بدأت المشاكل وكل ذنبنا أن ولاكيا بين مطرقة العثمانيين وسندان الهنغاريين يريدون الفتك ببعضهم البعض وفي سبيل هذا فلتذهب ولاكيا إلى الجحيم قرأ دراكول رسالة السلطان باهتمام شديد إن الدولة الإسلامية تفرض عليه الجزية لتحميه من الهنغاريين وتشترط عليه أن يمدهم بالمقاتلين لو احتاج الجيش المسلم إلى المقاتلين وتطلب منه سرعة الرد والبرهان على الولاء وقد كان البرهان الذي اختاره والدي غريبا جدا لقد أرسلني أنا وأدعى رادو وأخي الأكبر دراكولا إلى أدريان بول أو إيديرنا معقل السلطان العثماني المسلم تعلم من أخيك رادو لقد حافظ عشر صور حتى الآن ولم تحفظ أنت آية واحدة يا دراكولا كان أقوى برهان على الولاء فيستحيل أن تهاجم دولة وقد أرسلت فلذات كابدك إلى سلطانها وجدنا أنفسنا أنا ودراكولا وعمرنا لم يتجاوز الثانية عشرة غرباء في بلاد غريبة ومباني غريبة وألبسة غريبة وعمائم طويلة ولحى وقصور كان أخي كارها لكل هذا السخف ورغم أن السلطان المسلم كان يهتم بنا جدا ويعلمنا الفروسية والقتال والعلوم بكفة أنواعها وخاصة الإسلامية منها إلا أن دراكولا لم يكن سعيدا كان يشعر أنه مجرد أسير وأن هؤلاء أعداء يحاولون أن يسقونه بتعاليمهم وثقافتهم التي يكرهها ولا يستسيغها لكن بالنسبة لي كان الوضع مختلفا ما اسمك أيها الفتى الظريف ذو الشعر الذهبي اسمي رادو هو أنت أنا محمد بن مراد ابن السلطان لم أكن أعرف أنني سأعيش طفولتي مع محمد بن مراد الرجل الذي عرفه الناس بعد ذلك بسنوات بمحمد الفاتح الفارس العظيم الذي فتح القسطنطينية كنت أنا ومحمد الفاتح صديقين عزيزين وكلما اشتدت صداقتي معهم قوة اشتدت عداوتنا أنا وهو مع دراكولا إن دراكولا ومحمد الفاتح لم يكن يطيقان بعضهما منذ الصغر رغم أنه قد فرض عليهم أن يعيش طفولتهما معا وأن يتدرب معا ويتعلم معا لم يكن هذا غريبا أبدا فأحدهما كان فارسا حقيقيا وكان الآخر شيطانا حقيقيا هيا ارمي سهمك يا رادو ارمي سهمك رميت سهمي فأصاب منتصف اللوحة الدائرية يا لبراعتي منذ صغري ضربت كف في كف محمد الفاتح ووقفت بجانبه سعيدا أنني اقتربت من مهارته الفطرية دورك يا دراكولا هيا ارمي سهمك صوى بتراكولا سهمه ناحية اللوحة الدائرية ثم حول قوسه فجأة ناحية أنا ومحمد الفاتح ونظر لنا بغري واتسعت عيناي في رعب ماذا تفعل يا دراكولا هل جننت شد دراكولا سهمه وقوسه مصوب إلينا ثم أطلقه فجأة لم يطلقه ناحية بل حوله في الثانية الأخيرة إلى اللوحة وأصاب سهمه منتصف الهدف بالضبط شعرت أنه كان يتمنى لو أن هذه اللوحة هي قلب محمد الفاتح أو ربما قلبي أنا ست سنوات مضت ونحن على هذه الحال كبرنا وأصبحنا شبابا يافعين وها نحن نتصابق ثلاثتنا على جيادنا العربية الأصيلة بكل قوة هل ترى كيف أصبحت أشكالنا الآن؟ لقد كان شكلي مميزا جدا كنت أمتلك شعرا ذهبيا فاتحا جدا حريريا طويلا ينحدر إلى أسفل كتفي لا تمتلكه أجمل فتيات أديرنا ووجها وسيما وصوتا رجوليا مميزا بينما كان دراكولا أسود الشعر أجعده ينحدر شعره إلى أسفل منكبيه أيضا لكن كان له شارب كبير يقف عليه الصقر كما يقولون وعينان حادتان كأنهما عين الصقر الذي كان سيقف على شاربه أما محمد الفاتح كان ذا لحيا صغيرة مدببة وشعر بني وأنف طويل وعينين تشععان بالذكاء وبالفروسية ثم أتى الخبر الذي حرك كل هذه المشاهد البطيئة لقد توفى أبي دراكول فجأة في ولاكيا مؤامرة ضبرها له البويار وهي كلمة تطلق على طبقة النبلاء في بلادنا ولاكيا نزل علينا هذا الخبر ونحن في أشد فترات الدولة العثمانية انشغالا كنا على استعداد وتخطيط لفتح أكثر المدن حصانة في ذلك الوقت القسطنطينية وأنا أتحدث بكلمة نحن لأنني أصبحت مسلما بل فارسا مسلما لكن دراكولا بقى على دينه أرسل السلطان محمد الفاتح دراكولا إلى ولاكيا ليصير حاكما لها خلفا لأبيه ويكون كما كان أبوه تابعا للسلطان العثماني ومؤتمرا بأمره أما أنا فقد آثرت البقاء هنا آثرت أن يكون لي شرف المشاركة في الفتح الكبير لقسطنطينية كانت وليمة عظيمة في ولاكيا وليمة كان المضيف فيها هو الكونت دراكولا والضيوف فيها هم أكابر البويار الذين أكلوا حتى ثاملوا وخرجت طعام من أنوفهم تعبير شعبي في ولاكيا سألهم دراكولا بهدوء قولوا لي أيها النبلاء العظام كم حاكما حكم ولاكيا عبر تاريخها قال بعضهم عشرة حكام وقال بعضهم إثنى عشر حاكما بل ثلاثة عشر حاكما ربما قال دراكولا بثورة شيطانية فجأة هذا لأنكم خاونا تأكلون لحم الحاكم قبل أن يتم سنتين من حكمه كم سنة قررتم أن تمنحوني أيها البويار في اللقطة التالية كان حراس القصر يهجمون على البويار من كل صوب يضربون بعضهم ويقتلون آخرين بقصوة ولم يكن دراكولا يشاهد من بعيد إنما أخرج سيفه وضرب أعناقا صار نصله بعد ضربها يقتر دما بقى الكثير منهم أحياء نظر لهم دراكولا بعيون متسعة غاضبة وقال خذوهم إلى القلعة ليعملوا كتفا إلى كتف مع الفلاحين في تشييدها ثم قال بلهجة ذات مغزى وليعملوا فيها من الجهة الشمالية الجهة الشمالية للقلعة هي الهاوية هاوية على ارتفاع ألف قدم كل من أرسله دراكولا هناك من البويار ماتوا بعضهم مات من الجوع أو من الإنهاك وبالطبع رماهم كلهم في الهاوية ثم إنه شن حملة قاسية جدا لاحق فيها كل البويار الساكنين في مملكة ولاكيا نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم كانت إبادة عرقية تعددت العروق إلى أصغر شعيرة بويار دموية تنبط في جسد أحدهم وبدأت أنياب دراكولا في الظهور على الجانب الآخر كنت أنا أقاتل في القسطنطينية كان محمد الفاتح حقا كما تصفه كتب التاريخ داهية حقيقية إن دهاء الفرساني اختلف عن أي دهاء آخر دهاء لا خبث فيه دهاء صافي كانت ملحمة تاريخية ليس بوزع ذكر تفاصيلها الآن لكننا حققنا هدفنا في النهاية وصارت القسطنطينية لنا بل صارت عاصمة المملكة الإسلامية العظيمة قال لي الأمير الفاتح في الميدان نظرا إلى رأسي رادو هل تضعون الحناء على شعور الرجال في ولاكيا؟ أمسكت بشعري الذهبي في استغراب ثم اتسمت بفهم قائلا بل كنت أضع الحناء لسيفي يا سيدي لكن يبدو أن بعضا منها تناثر على رأسي كان رأسي مدرجا بدماء الأعداء لكن رأسي لم يكن مهما كان المهم هو الخبر الذي جاءنا به مرسول الدولة لقد أعلنت ولاكيا التمرد على السلطان لقد تمرد دراكولا فعلها وتمرد لم يرد السلطان محمد الفاتح أن يعكر صف وانتصاره بهذا الخبر لذا فقد سكت وأنا أعرف الفاتح عندما يسكت عن مثل هذا يبدو أن الأيام تدخر لنا معارك جديدة معارك مع أولي القربة لكن دراكولا كان يفعل شيئا آخر في ولاكيا لقد تعد مرحلة إظهار الأنياب وبدأ في مرحلة إخراج القرون والمخالب دعني أخذك إلى ولاكيا لتشاهد بنفسك هناك خمسة رجال يلتفون على ما يبدو أنه رجل يصرخ وهم يتحركون في عنف وكأنهم يفعلون فيه أمرا ما ها قد ابتعدوا عنه قليلا وأمكنك أن ترى ما يفعلوا لقد ربطوا حبلا في يده اليمنى وحبلا في اليسرى وثالثا في قدمه اليمنى ورابعا في اليسرى وقام أضخم الأثنين منهم بتثبيته وتراجع ثلاثة منهم هل ترى أنهم يربطون أطراف الحبال في جياد والرجل يصرخ مستنجدا بلغة لا تفهمها ثم إنهم وجهوا رؤوس الجياد إلى الاتجاهات الأربعة التي تشير إليها أطراف يديه ورجليه المتباعدة ثم إنهم وخزوا الجياد فتحركت ببطر ليرتفع الرجل عن الأرض صارخا وظلت الجياد تتحرك طارا وتقف طارا والرجل يتمزق باكيا ثم إنهم ضربوا الجياد بالصياط فثارت وتحركت بعنف سريع لتتمزق أطراف الرجل الأربعة وتجري كل منها مع جوادها وها هو رجل آخر يمسك رجلان مفتول العضلات ويرغمانه على الركوع وهو يصرخ ويأتي رجل آخر ماسكا وتدا خشبيا طويلا مسننا ويطعمه به في دبره طعن لا تقتل يحاول الرجل أن يفلد بلا جتوى ثم يقيدونه ويقيدون يديه ورجليه بطريقة معينة إلى الوتد ثم يتعاون الثلاثة رجال على رفع الوتد وتثبيته في فتحه بالأرض ها هو الرجل أعلى الوتد وكأنه جالس عليه ويترك على هذه الحال حتى يموت ليست المشكلة في الموت من الجوع والعطش بل المشكلة في أن هذا الوتد ينغرز ببطء شديد في أحشاء الرجل ولا يقتله فقط يعذبه من الألم ثم يموت الرجل لما يخترقه الوتد ويخرج من جسده أو لما يموت من الألم أو من انفجار الأحشاء هذا الوتد الذي رأيته الآن هو ما أصطلح على تسميته بالخازوق العقاب الذي اشتهر به دراكولا في كتب التاريخ ويبدو أن دراكولا قد أعجبته حكاية الخازوق هذه فأخذ تفنى فيها تفننا عجيبا فمر يغرز الوتد في فم أحدهم ويعلقه على الوتد مقلوبا وطار يعلق النساء عليه من فروجهن وطار يغرزه في البطون وطار يغرزه في رقب الطفل الرضيع لقد كان أخي مختلا أو ربما شيطانا حقي وبلغ من إعجابه بهذه الطريقة إلى أن جعلها هي العقاب الرسمي لأي خطأ يخطيه أي فرد من أفراد الشعب فمن يسرق يخوزقه ومن يكذب يخوزقه ومن يضرب أحدا يخوزق أو يخوزق الضارب والمضروب بل إنه وصل إلى مرحلة أبعد من هذا دعني أخذك إلى هذا المشهد قلعة دراكولا المكان المجهز بكافة وسائل التعذيب التي سأحكي لك نبذات عنها فيما بعد لو أسعفتني ذاكرتي عرش دراكولا يجلس عليه شيطان آدمي أمامه طعام وشراب أحمر يبدو وكأنه خمر بجانبه كان يجلس أحد النبلاء البولنديين يأكل معه أمامهم الكثير من الضحايا المعلقين على الخوازيق يتألمون دراكولا يبدو مستمتعا جدا بصراخهم وكأنه يسمع ألحانا عذبة أما البولندي فوضع يده على أنفه مشمئزا من الرائحة الكريهة لبعض الجثث التي ماتت وتعفنت وأبقاها دراكولا على حالها ورائحتها التفت إليه دراكولا وقال ما بك؟ يا سيدي لا أستطيع تحمل رائحة العفن هذه لا بأس لا بأس وعالج الأمر أشار إلى رجاله فهجموا على الرجل هجمة رجل واحد ثم أمرهم أن يرفعوه على خازوق أطول من كل الخوازيق المعروضة صرخ الرجل النبيل البولندي حتى تحول صراخه إلى بكاء لما وخزوه بالوتد في دبرو ورفعوه وثبتوه نظر إليه دراكولا قائلا أنت الآن في الأعلى يهى الصديق العزيز حيث لن تصل إليك الروائح الكريهة ثم شرب دراكولا من الكأس الحمراء التي أمامه والتي يتضح لك لما ترى أنسياب السائل فيها أنه ليس خمرا بل هو دم دم طازج دماء ضحاياه ممزوج بالخمر شرابه المفضل الذي كان يحب أن يشربه على آهات معذبين المسلوخين أمامه كالذبائح والتي تقع على أذن موقع زغزقة البلابل ويحب الطريقة التي يسيل بها الشراب من شفتيه إلى ظقنه كل هذا هو دراكولا كان يضع قدورا ويطهو الناس فيها أحياء بل ويأمر رجاله أن يقطعوهم بالسيوف وهم داخل القدور أحياء يصرخون المرأة الكسولة كانت يدها تقطع وتثبت على خازوق مستقل لتكون عبرة لكل النساء بل إنه نادى ذات مرة كل فقراء البلدة وشيوخها وأطفالها إلى وليمة عظيمة في سابقة استغرب لها الكل وبعد الوليمة قتلهم كلهم لأنه لا فائدة ترجى منهم إنما هم يرهقون الدولة ودعني أكتفي بهذا القدر من المصائب لأنني لو ذكرت كل ما علمته لملأت مجلدا مستقلا باختصار لم يشهد العالم شخصية مختلة مثل هذا من قبل ولا من بعد والمصيبة أن هذه الشخصية المختلة كانت أخي لم يمضي وقت طويل حتى كان السلطان محمد الفاتح في طريقه إلى ولاكيا بجيش يسد الأفق وكنت معه جنبا إلى جنب في طريقنا إلى دراكولا ظل الجيش يسحف حتى وصل إلى نهر الدانوب وكنا نرى جنود دراكولا على الجهة الأخرى من النار وكعادة محمد الفاتح وكما علمه محمد النبي أرسل مبعوثين اثنين من أفضل الرجال إلى الخصم لتسوية الأمور سلميا فإما الجزية وإما الحرب وهذا ما حدث مع المبعوثين دخل المبعوثان المسلمان على حاكم دراكولا في قلعته وكان قد أزال كل الخوازيق لغارض في نفسه السلام عليكم يا حاكم ولاكيا جئتك من السلطان بكتاب يقول فيه إنزع غطاء رأسيكما طاقف المبعوث عن الكلام في دهشة قال دراكولا بغضب إنزع غطاء رأسك أنت وهو ما هذه العمائم الطويلة السخيفة إنها التقليد عثمانيا وعظم التقاليدنا أهم من مزاجك المتعكر آه لا بأس سأبقيه لكما كما تشاءان وأشار إلى رجاله المجانين الذين أحاطوا بالمبعوثين في سرعة وأمسكوا بعمائمهم في إحكام ثم قاموا بأمر شديد الغرابة والوحشية جاءوا بمسامير صغيرة رفعة وقيادوا المبعوثين ودقوا المسامير في عمائم المبعوثين لتخترق رؤوسهم وتسيل دماء رؤوسهم على أعينهم قال لهم دراكولا هكذا ستبقى عمائمكم على رؤوسكم من الأبد اذهبوا إلى السلطان محمد الفاتح واخبروه كيف أن دراكولا لم ينسى التقاليد العثمانية وخاصة المتعلقة منها بإبقاء العمائم على الرؤوس عاد المبعوثون ودماؤهم المندهشة تسيل على وجوههم وحكوا ما حدث معهم للسلطان الذي غضب غضبة لم أره قد غضب مثلها في حياته أمر السلطان أن تتحرك سرية قوامها عشرون ألف رجل لتختار الجيوش العدو أي ما يسوي ثلاثة أضعاف جيش دراكولا وكان قائد الجيش فارسا شجاعا مسلم اسمه حمزة أفضل فرسان جيش السلطان في ذلك الوقت وكانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد لقد انهزم جيش السلطان هزيمة نكراء لم ينهزم مثلها من قبل ولم نرى إلا محمد الفاتح يقف بجواده على قوائم الخلفية ثم ينطلق به كالسهم وانطلقنا كلنا خلفه بجيش قوامه عشرون ألفا آخرون يملأهم الغضب وشهوة الانتقام وها نحن نخترق نهر الدنوب يا لها من عزة تلك التي كنا فيها يا لروعة هذا الدين لقد عادت إلي ذكريات قتالي في القسطنطينية أن تركت بجوادك بين عشرين ألف فارس مسلم تركت دنيا وراءه ولم يعد يرى إلا الشهادة هو أمر لن أقدر أن أوصله إلى مخيلتك أبدا أمر عظيم وها نحن ندخل من أبواب المدينة شعرت بحركة غير طبيعية في مقدمة الجيش وكنت أنا في أوسط الجيش رأيت الجميع قد تباطأت طرعته وسمعت أصوات تبدو كأنها نحيب في مقدمة الجيش لم أفهم ما الأمر لماذا توقف الرجال اخترقت الصفوف بسرعة حتى اتضحت لي الصورة الصورة التي جعلت عيني تتسعان حتى كادت أن تخرج من مكانهما وتذهبان بعيدا احتجاجا على هذا الهول الذي ترونه وطاقف جيش السلطان بل طاقف السلطان نفسه بكل شجاعته انظر أمامك ألا ترى ما نراه إنها غابة كثيفة وكان للغابتين صوت صوت آهات ونحيم وصوت يذكر الله إنها السرية التي أرسلها محمد الفاتح لقد وضعهم الشيطان جميعا على الخوازيق عشرة آلاف وتدا عن يميننا وعشرة آلاف عن شمالنا توتر الجيش تعالى الصيحات البكاء على الأهل أحيانا أو على الرفاق أو على إخوة مسلمين أو على الإنسانية وقف محمد الفاتح مذهولا وجعل يتذكر طفولته مع دراكولا ذلك الطفل الحقود الذي كان يناوشه الليل نهار الآن لم يعد طفلا بل صار شيطانا رجيما يناوشه أيضا نظر إلى ناحيتي كيف أنجبتكما بطن واحدة كيف رباكما أب واحد كيف صار أحدكما فارسا مسلما وصار الآخر ماردا من مرضة الجحيم نظر محمد الفاتح إلى جيشه لقد انهارت كل جذوة حماس بداخلهم التفت المحمد الفاتح لأول مرة في عمره بجواده لجهة العودة وقال ليس اليوم يوم زحفانة لكن بحق هذه الأرواح الطاهرة وبحق كل قطر الدماء سنأتي برأس هذا الشيطان على وتد نضعه في منتصف القسطنطينية يرميه صبيانها بالحجارة والتف جيش المسلمين عائدين من حيث أتوا لم تكن الحرب هذه المرة مع حاكم عادي لقد كانت مع دراكولا الشيطان كان مستحيلا في ذلك الوقت أن تفعل ما فعلت بالمسلمين وتنجو بفعلتك كان محمد الفاتح يجهز جيشا قوامه ستون ألف رجل مليء بالخيول والمدافع والغضب وجعلني أنا على رأس هذا الجيش قائلا اذهب يا رادو واتني برأس أخيك إن عرش ولاكيا لم يخلق لتعتليه الشيطان إن عرش ولاكيا قد خلق من أجلك أنت سأتيك به يا سيدي قبل أن تجف دماء شهداؤنا في ولاكيا وانطلقت على رأس ستين ألف رجل إلى ولاكيا وفي هذه المرة سمع دراكولا بخبرنا وبعددنا ففعل شيئا عجيبا ترك عاصمة ولاكيا واتخذ طريقا إلى بوينار وجيشنا يطارده بغضب العجيب أنه كان يحرق مخازن الحبوب والطعام ويسمم الآبار في كل مدينة يدخلها ليتركنا بدون مؤونة فجيوش تلك الأيام كانت تسحف على معدتها أي أنها كانت تعتمد في الإطعام على المدن التي تدخلها لكن هذا لم يفوت في رجال كان الذكر طعامهم وشرابهم طاردنا دراكولا لمدة طويلة جدا ودخلنا في عدة معارك مع جيوشو فزنا بإثنتين وخسرنا في ثلاث كان كالشيطان يهاجم في آخر الليل لكننا استبسلنا حتى حاصلناه تماما في قلعته في بوينار وانطلقت أنا وورائي جميع الرجال لنحطم بحوافر جيادنا أبواب قلعته ونزلت من على ظهر جوادي وأخرش سيفي من غمده وجعلت أبحث عن الرأس رأس الشيطان قال لي دراكولا وكان يقف في ساحة خارجية تتوسط قصر كنت بلادك يا رادو وألبسوك عمائمهم الطويلة الخاوية بل عارف قلبي طريقا تاه عنه سنين طوال طريق تقع في نهايته رأسك ورفعت سيفي كما ترفع الفرسان سيوفها لأجد دراكولا يرمي بسيفه بعيدا ويفعل آخر شيء توقعته في تلك اللحظة قفز في بئر بمنتصف الساحة أسرعت إلى البئر لأنظر بداخله في غطب لأرى دراكولا ينظر لي بسخرية ثم يركض هاربا في طريق أسفل البئر عزمت على اللقاح به لكنني رأيت رجاله قد أتوا في الأسفل وأوقضوا نارا عظيمة ارتفع لهيبها إلى أعلى البئر حتى كاد أن يلفح رأسي كان هذا نفقا سريا من أنفاقه التي عرف لاحقا أنه قد بناها في كافة قلاعه لقد هرب تراكولا هرب وترك لنا ولاكيا هرب تراكولا إلى هنغاريا ليطلب الدعم من ملكها ولكن ملكها بدلا أن يقدم له الدعم قام بأسره وسجن في هنغاريا وظل مسجونا سنين طويلة وأصبحت أنا أميرا على ولاكيا حكمت فيها بالعدل وجعلت شعب ولاكيا ينسى كل ما فعله به دراكولا حكمت ولاكيا تسع سنوات كاملة تزوجت فيها امرأة مسلمة وأنجبت طفلة جميلة مسلمة هي مارية ثم آتاني أجلي وخرجت روحي إلى حيث مستقرها ومن جاء بعدي لحكم ولاكيا كان رجلا خارجا من سجن سنين طوال في هنغاريا رجل يدعى الشيطان دراكولا شهر واحد فقط حاول فيها الشيطان أن يعيد أسطورة حكمه في ولاكيا شهر واحد انتهى برأسه مقطوع على رماح أحد الحشاشين المتبقيين بعد أن أباد هولاكو دولتهم ذلك الحشاش الذي أمسك بالرأس وغمسها في العسل ثم أرسلها إلى القسطنطينية إلى محمد الفاتح حتى يستلمها طازجة رأس دراكولا التي علقت في القسطنطينية في البلاط العثماني ليدفل عليها من يدفل ويرميها بحجارته من يرمي رأس حوات عينين كانت متجبرتين متغطرستين والآن أصبحت مفقوئتين تنظران إلى الأرض في ذل كانت دراكولا مختلا عقليا فقد بلغنا أنه كان يفعل أشياء عجيبة جدا في سجنه في هانجاريا كان يصطاد الحشرات والقوارد ويخوزقها على أعوات صغيرة من أغصان الشجر وأتسلى برؤيتها تموت أي شيطان هذا بل أي مخبول لكنه أخذ منا ما يستحقه ولقد خلقنا فرسانا لنوقف أمثال هذا عند حده ولا نخشاه وإن خرجت له أجنحة يطير بها لا نخشى إلا غطبت من خلقنا لهذا خلقنا فرسانا بل لهذا خلقنا مسلمين لم يكن هناك شخصية تصلح لأن يقتبسوا منها شخصية دراكولا مصاص الدماء الشهير أكثر من شخصية دراكولا الحقيقي وهو فعلا كان يحب شرب دماء ضحاياه الممزوجة بالخمر والواقع أن دراكولا الذي نراه في الأفلام يعتبر طفلا مدللا أمام دراكولا الشيطان الحقيقي السبب الذي ذكرت فيه هذه القصة هي أن دراكولا قد خلف والده في رئاسة تنظيم التنين وهو واحد من التنظيمات السرية التي أنشئت بعد فرسان الهيكل وهي التنظيمات الماسونية ركزت في تلك الفترة التاريخية على تجهيز حملات ضد الدولة العثمانية تنظيمات كانت في ظاهرها تدعو للإيخاء والمحبة والمساواة كعهد كل التنظيمات الماسونية ولكن لها في الحقيقة أهداف أخرى أهداف سوداء لكن والد دراكولا الذي يدعى دراكول لم يقدر على فعل شيء أمام قوة الجيش العثماني وكل الحملات التي قام بها فاشلة حتى أذعن في النهاية للسلطان العثماني إذعانا مطلقا وأرسل له ولديه كضمان للولاء ولكن عندما أصبح ابنه دراكولا رئيسا للتنظيم الماسوني كان يبدو كأن الشيطان نفسه قد أصبح رئيس التنظيم فنظم حملات بشعة أضاقت الجيش العثماني ويلات كثيرة أعجبت ملوك أوروبا ورجال الدين فيها حتى أنهم غضوا النظر عن دموية دراكولا في تلك الحملات فالمهم عندهم أنه كان يقاتل الأعداء ويذيقهم الويل تم تمثيل قصة محمد الفاتح ورادو ودراكولا في مسلسل تركي شديد الأهمية هو فاتح ويحكي القصة كاملة منذ طفولة الثلاثة وحتى فتح القسطنطينية ووفاة محمد الفاتح بغض النظر عن هذا دعني أخبرك المزيد عن الماسونية وعن انضمام لها ولا أحد سيخبرك بما سأخبرك به لأنني تدرجت فيها حتى الدرجة الحادية والعشرين ورغم أنني سأموت بعد قليل كما هو واضح إلا أنني لم أعد أخشى شيئا فسأقدم حياتي ثمنا لما سأخبرك به الآن كما قدم العديدون من قبل حياتهم لكنني سأختلف عن من سبقوني لأنني سأورثك من بعدي كتابا كتاب عليك أن تقرأه وتحتفظ بتفاصيله بين جنبات عقلك ثم تحرقه حتى لا يطالك مثل ما سيطالني الداخل جديدا على الماسونية لا يستشعر منها بأي خطر بالعكس هو يقسم على الكتاب الشائع في البلد الذي هو فيه فالمسلم يقسم على القرآن والمسيح على الإنجيل واليهود على التوراة وعند الوصول للدرجة الثامنة عشر تحديدا يكون القسم على التوراة فقط والرموز نفسها تكون معانيها بريئة في البداية ثم تتطور لتكون معاني متوسطة ثم تتحول لتصبح رموزا يهودية خالصة وهم لا يخطرون أي شخص للدخول في الماسونية لكنهم يخطرون أشخاصا بعينهم أشخاص لهم تأثير في المجتمع تأثير سياسي أو ديني أو اقتصادي فلديهم مجموعات تحريات تراقب شخصا معينة مرشحا من قبل ماسونيين آخرين يخرج له أشخاص لمراقبته ويجمعون عنه كل ما يمكن جمعه من معلومات هم دائما يبحثون عن استيطان أذهان النخط تحديدا أصحاب المناصب وأصحاب الثروات حتى يتمكنوا عن طريقهم من إنفاذ أغراضهم ثم حتى بعد انتمامهم يقيمون لهم اختبارات معينة تدريجية تؤهلهم للتدرج إلى كل درجة تالية فالماسونية ليس فيها تقدم لا يمكن أن تتقدم لتكون ماسونيا لا بد فيها من ترشيح من أحد من داخل محفل والدرجات الثلاث الأولى تعتبر بمثابة كشافات لمعرفة من يصلح للترقي بعد ذلك وهو غالبا الشخص النافذ أو الذي لديه منصب الشخص الفارغ أو المستعد لأن يفرغ تكون عنده طموحات عنده شهوات مثلا يحب المال أو النساء أو السلطة وهم يوفرون له هذه الأشياء ثم يتم تصعيده في سلم الماسونية وتغيير الأفكار في كل مرتبة وكل درجة وتغيير معاني الرموز فإذا وصل للدرجة الثلاثة والثلاثين ويسمونها الدرجة السامية يفتح له الأستاذ الأعظم للمحفل سجلا ويقول له أنت وأبوك وأجدادك ستتشرفوننا بالانضمام إلى بني إسرائيل فالآن نحن نصحح نسبك ونسجل اسمك في سجل الصبت الثالث عشر لبني إسرائيل وستحوز شرف مشاركة هذا الصبت الفخر العظيم في إتمام العمل العظيم وإعادة البناء العظيم الهيكل العظيم هيكل سليمان في البداية يقولون أن الإله الذي يعبدونه هو المهندس الأعظم وهي كلمة مبهمة قد تللها تشير إلى الله وفي الدرجات المتقدمة بعد العشرين يتحول هذا المهندس ليكون لوسفر وبالمناسبة لا تظنهم يعبدون الشيطان على أنه شيء شرير وإنما على أنه هو الذي هدى الإنسان إلى المعرفة وعرفه بها وهو من علم الإنسان الزراعة والتجارة والصناعة وعلمه ركوب البحر وهو الذي هداه في كل مناحي حياته فطبيعي أن عبادته تكون شيئاً عادياً ليس فيها شيء ولما حدث آدم وحواء بأكل التفاحة في الجنة كان هذا لأنه يحبهما ويريد لهم الخير وليس الشر كما تزعم الأديان وتدريجياً ستتعلم أن الله لم يلعن لوسفر وإنما حربه لأن اللوسفر يريد العلم للبشر والله يريد لهم أن يظلوا جهل فالله يعيدك بوعود زائفة طيلة الوقت تدعوه واستجابته لدعائك هو حظ أما اللوسفر فلما تعبده وتتمنى شيئاً مجرد التمني فهو يكون بين يديك في الحال يدخلك إلى جنته في الدنيا وستتعلم أن الآخرة هي مجرد وهم لا وجود له بكل ما فيها من جنة ونار وما إلى ذلك هكذا علموني عندما دخلت إليهم لكن كانت أجزاء من نفسي تأبى هذا كله وخاصة عندما علمت السبب الذي يريدون إعادة بناء الهيكل من أجله ذلك السبب الذي سأؤخر إخبارك به حتى تحين اللحظة المناسبة ولو أنك رأيت اللوسفر كما يمثلونه في رسوماتهم مثلما رأيته أنا نتعجبت أذكر لوحة ذات طول كامل لإبليس فوق مذبحة لقد بدأ مثل رجل ذي فكر عظيم رفيع الجبهة وعندما تنظر العينيه تعطيك انطباعا بعيون شخص واسع الاطلاع وقوي جدا وهذه اللوحة يمكنك أن تراها لو دخلت أي من منظمات عبدة الشيطان أو الماسونية أو خلافه لكن المنظمة الماسونية وحتى هذه الحكاية من التاريخ كانت لتزال في بدايتها وما فعلته على الأرض الواقع كانت خطوات مبدئية بطيئة جدا وذلك لأن الإمبراطورية العثمانية كانت سيددة العالم كله ولن تتمكن الماسونية من بناء ذلك الهيكل المقدس الذي وهب من أجل حياتهم لأن بناءه سيكون في فلسطين على أنقاض المسجد الأقصى ولو أن ذبابة حاولت أن تمس المسجد الأقصى أيامها لذا بحتها الدولة العثمانية شر مذبح لكننا لازلنا في البداية ومعي ستتعلم الصبر حتى تنال غايتك وحتى أنال غايتي إن الحكاية القادمة بالذات لها عدد كبير جدا من الأوراق سأارض عليك ورقة واحدة الآن والباقي عندما تنتهي الحكاية الورقة هي ورقة الإلوميناتي وعليها صورة قد تكون مألوفة لديك هرم غير مكتمل في أعلاه عين يشع من وراءها نور وهي حكاية سأحكيها لك شخصا رجل وامرأة أحدهما صادق والآخر كاذب وسأخبرك سرا صغيرا حتى تميز الصادق من الكاذب وأنت تستمع لهما الصادق منهما هو من سيموت قبل الآخر تذكر هذا جيدا والآن سأتركك معهما مذكرة جون سميث مذكرة العزيزة إنه يوم جديد من أيام رائعة مغامرة جديدة من مغامرات التي ملأت صفحاتك لكن مغامرة اليوم فيها شيء محبب إلى نفسي اكتشاف عالم جديد فأنا اليوم أتحرك بسفينة كبيرة مع رفاقي ناحية الغرور إلى قارة بكرية ليس فيها دول ولا نزاعات أرض خصبة لكل من يريد أن ينشئ أي شيء سمعت أن من يسكن هذه القارة هنوط حمر الأجزاد يرتدون الريش على رؤوسهم وسمعت أنهم متوحشين ويكرهون الغرباء وأن الغريب القادم إليهم سينتهي به الأمر مطبوخا في قدر من قدورهم وجماعة منهم ينقصون حوله في وحشية وتلذذ ها هي اليابسة تقترب وسفنانا المتعبة من عبور محيط تتمطى في إرهاق أشجار ونخيل وخضرة ورمال ذهبية وهواء عليل وهندي أحمر يحمل رمحا ويجري ناحات السفينة في جنون يا إلهي رمع علينا الهندي الغاضب رمح رمية كأمهر رمية رأيتها وانغرس رمح في قلب كريس الفتى المراهق الذي كان عقله مليء بقصص البحارة المغامرين وكان يحلم دوما أن يكون واحدا منهم لكن الرمح قد انغرس في قلبه اليوم بطريقة قدت على كل القصص والمغامرات التي كان ينوي أن يخوضها قدت على كل شيء قبل أن يبدأ إن هؤلاء القوم أشد توحشا من نمور آمور المفترسة التي قابلتها في روسيا وكان كريس المسكين أو الضحية قتلوها هرب الهند الأحمر بسرعة ولا ندري بصراحة هل هرب أم ذهب لينادي بقية أقرانه الحمر يبدو أن رحلتنا لن تكون سهلة أبدا حطت صفننا على اليابسة ونزلنا منها في بطء حذر وبدأنا نجهز المعسكر بقلق وننقل أغراضنا من السفينة ونحن نتلفت يمينا ويصارا ونتحفز عند سماع أي صوت وها قد أتى الليل ولم نتعرض لأي هجوم ثاني مذكرة بوكا هونتاس بوهتان بوهتان هي مملكتي التي تضم بين أرجاؤها كل القرى الموالية لنا ويروكو مونكو هي قرياتي بين تلك القرى وانسيناكا هو أبي أحب الناس إلى قلبي وأنا ماتواكا الصغيرة ابنة العشر سنوات وأحب الناس إلى قلب أبي واسمي يعني زهرة بين مجريين لأن قريتنا كانت تقع على مجرى نهرين واسمي الآخر هو أمانوتي وأبي هو زعيم مملكة بوهتان كلها لست ابنته الوحيدة فأبي له ما يقرب من الثلاثين بنتا نتيجة زواجه بما يقرب من الثلاثين زوجة لكن من بين كل هؤلاء كنت أنا الأقرب إلى قلبه وكنت كذلك فقط لأنني بوكا هونتاس ليس بسبب أي شيء آخر بوكا هونتاس هو أشهر أسمائي وهو اسم له معنى مثل كل أسماؤنا ومعناه هو الفتاة الشقية وشقية يعني مرحة وروحها حلوة لماذا أنا الأحب إلى قلب والدي؟ لأنه لما تزوج سلاثين مرة فعلى ذلك بدافع من تقاليدنا التي تحتم على زعيم المملكة أن يتزوج فتاة من كل قرية وينجب منها فيدخل الدم الملكي إلى القرية فيكون هذا إعلانا من القرية بالولاء للملك ملك مملكة بوهاتان أما أمي فلم يتزوجها أبي بدافع سياسي بل كانت أول إمرأة يتزوجها في حياته وأول إمرأة يحبها في حياته وقد كان اسمها بوكا هونتاس أيضا وقد تزوجها قبل الله حتى أن يصير مالكا على بوهاتان وكنت أنا أول إنجاب لأبي ولقد ماتت أمي لما أنجبتني الأمر الذي أحزن والدي حزنا أسودت لأجله طياط روحه لكنه لم يلبث أن قرر أن يسميني بوكا هونتاس مثلما كانت أمي بوكا هونتاس لأكون مولدا للسعادة التي ستأتي وتنتزع حزنه الأسود من ثنايا روحه ليكون هباء تذروه الرياح أخبرنا الكويكرز أن هناك قوما بيضا قد أتوا بسفنهم ضيوفا على سواح المملكة ونصحنا الكويكرز أن نتودد إليهم أيما تودد وتلطف وأن نريهم كيف يكون حسن الضيوف لدى البوهاتان والكويكرز كما لابد أنك تعلم هم رجال الدين في بوهاتان وأصحاب الشورى وبالفعل لما وصل أولئك القوم بيض الوجوه إلى سواحنة خرجت جماعات من أفضل رجال ونساء بوهاتان لاستقبالهم بموائد من أرقى طعام ويرو كوموكو وقد فرحوا باستقبالنا أيما فرح وأعطونا الكثير من القطع النحاسية الثمينة فالنحاس في بوهاتان هو كالذهب في سائر بودان العالم حقا كانوا قوما بيضا لطفاء مذكرة جون سميف مذكرة العزيزة أربعة شهور مضت علينا ونحن في هذا المكان نبني معسكرنا ونجهز عدتنا ونصد هجمات عنيفة كان يشنها علينا الهنود الحمر بين الفينة والأخرى حقا إنهم متوحشون ليسوا فقط متوحشين بل هم آكلوا لحوم بشر كما سمعت لقد حاولنا التودد إليهم أكثر من مرة وجل ما وصلنا إليه هو تجارة أجريناها مع بعضهم ممن آتون في سلام نعطيهم قطع النحاسية ويعطوننا طعاما لكن مغزوننا من الطعام الذي جئنا به من إنجلترا كان قد نفد تماما وقد نفدت مننا كل القطع النحاسية التي أتينا بها وهؤلاء الهنود لا يعطون شيئا بالمجان أبدا لذا قررت أن أصطحب أكثر رجالي قوة ونتوغل أكثر في هذه القرية علنا نحصل على شيء يصلح للأكل وبينما نحن نتفقد أرجاء تلك القرية الجميلة التي لا أصدق أن سكانها بهذا التوحش إذ رأينا مجموعة من هؤلاء المتوحشين أقوياء البنية يسيرون بقارب على النهر ببط وينظرون إلينا في تحفز وبدون أن أنتظر لحظة رفعت بندقياتي وصوبتها إليهم عازما على إزاحتهم عن طريقنا لكن أحدهم صرخ صرخة وحشية مدوية سمعنا على إثرها حفيف أشجار كانت حولنا أشجار برز منها عشرات منهم واستدرت مع رجالي عازما على الهرب فلا قدر لدي على مواجهة كل هذه المخلوقات المفترسة التي ترتدي الريش هرب رجالي ولم أقدر أنا على الهرب لم أتخيل أن نهايتي ستصبح بهذه البشاعة على يد قوم حمر الوجوه يرتدون ريشا حاولت بكل مهاراتي أن أهرب لكنهم حاصروني من كل مكان فرميت سلاحي ورفعت يدي وحاولت أن أتحدث معهم لكن سهما إن غرز في كتفي كان أسرع من حديثي ثم أظلمت الدنيا في عيني وسقطت على الأرض أربعة أشهر مرت على استضافتنا لهؤلاء القوم البيض في أرضنا وكان أحدهم رجلا شديد الوسامة ذا شعر بني كان في نظرنا إلها من الآلهة يحمل في إحدى يديه سيفا صارما وفي اليد الأخرى يحمل عصى الرعد عصى غريبة الشكل وجهها على من يريد أن يقتله فيرتفع دوي الرعد المخيف ويموت الرجل كان رهيبا هذا الرجل قتل بعض رجال البوهتان بهذه الطريقة المشكلة أنه كان يدخل في بعض الأيام إلى بعض القرى التي أكرمت رجاله يدخلها دخول الصديق ثم يهدد زعيمها بعص الرعد تلك حتى يعطيه ورجاله المزيد من الطعام كان يفعل هذا في الأيام التي لا يزورهم فيها أحد بطعام نحن أهل كرم لكن من المستحيل أن تطعم أكثر من مئة رجل يوميا لمدة أربعة أشهر كانت تمضي أيام لا نزورهم فيها بطعام عندها يجن جنونهم ويدور هذا الإله الوسيم بين أرجاء قرانا طلبا للطعام لم يحب الكويكرز هذا أبدا لذا قرروا أن نأخذ هذه الآلة ونستضيف في ويرو كوموكو فيحدثه أبي ويتفاوض معه على الكثير من الأمور وفي أحد الأيام خرج عمي أوبي شانكا أصغر أخي لأبي وكان قوي البنيا فتيا باغتهم أوبي شانكا عند النهر فهرب رفاق الإله الوسيم وبقى هو وحيدا أسيرا في يد أوبي شانكا ورجاله كان الكويكرز يقولون أن هذا الرجل ليس إلها بل هو بشر عادي وعصى الرعض التي معه هذه ما هي إلا سلاح بشري مصنوع بمهارة زار أوبي شانكا جميع القبائل بينما ذلك الرجل الوسيم مقيد ورائه فعل أوبي شانكا ذلك حتى يقول لكل القبائل أن هذا الرجل ليس إلها والدليل أننا أصرناه وقيدناه بل أننا ذاهبون به إلى الملك وعن سيناكا ليراه وبالطبع لم يمسه أحد رجال البوهتان بسوء مطلقا سواء في عملية الأسر نفسها أو أثناء زيارة القرى هكذا كانت أخلاق البوهتان العظيمة مذكرة جونث ميس انتفت فجأة رأيت أربعة هنودا حمرا يحيطون بي ويمسكونني بسواعد قوية يجرونني جرا إلى مكان معين لا أدري ما هو فكرت في التملص منهم لكني كنت أداخل قريتهم المليئة بهنود حمر آخرين ينظرون لي في فضول مشينا حتى دخلوا بي إلى مبنى طويل غريب الشكل هناك رائحة غريبة في الجو وحديث بلغة متوحشة وأصوات رفيعة أسمعوا كل حين كان يبدو أن هذا المبنى ذو أهمية كبيرة هؤلاء القوم بدائيون جدا في مبانيهم وديكوراتهم وملابسهم وتصرفاتهم وجدت نفسي أقف فجأة أمام رجل يختلف زيه عن بقية أزياءهم وفوق رأسه عدد من الريش أكثر بكثير من البقية وقد دهن وجهه بألوان غريبة واضح أن هذا هو الزعيم وواضح أنه ليس سعيدا إن له ملامح لا أظنها قد عرفت كيف تبتسم قال لي بصوت خشن جدا كلما خشنا بلغة خشن لا أدري كيف يفهمونها نظرت إليه بدهشة ورفعت كتفي في عدم فهم ويبدو أنه غاضب جدا لكن ما كل هؤلاء الفتيات والفتية الصغار حوله قال شيئا ما بغضب لرجال المحيطين بي فتحفزوا وأمسكوا بي بقصوى وأرقدوني على ظهري في منتصف هذه الغرفة الغريبة ثم أخرج أحدهم سيفا طويلا ونظر لي بغل وثبتني رفاقه بغل أكبر وقع في قلب الخوف هؤلاء كما هو واضح مقبلون بعد ثواني على قطع رأسي بهذا السيف حاولت أن أتملص بكل قوتي لكن هيهات هناك ما يقرب من عشرة أذرع تمسك بي في إحكام وترفع رأسي بطريقة تبدو معها رقبتي جاهزة لاستقبال نصل السيف صرخت وصرخت سمعت كثيرا من الكلمات الهندية الغاضبة التي يبدو أنها آخر كلمات سأسمعها في حياة الحافلة نظرت إلى السيف بخوف رفعه الرجل الزريدين القويتين والعينين المخيفتين وتأهب لينزل به على رأسي أغمضت عيني بقوة وصرخت صرخة طويلة زار أذني صوتي اختلف عن نوعية الأصوات التي أسمع حولي صوت أنثوي كان بعيدا ثم اقترب حتى صار قريبا جدا ذراعان أنثويتان رقيقتان أحاطت بي في رقة أنفاس أنثوية برقة الظهر شعرت بها على وجهي فتحت عيني ببطء مندهش رأيتها وكأنما توقف وعي عن الوعي بكل شيء حولي وصارت كل صورة حولها مموهة وصورتها وحدها في عيني رأيتها وهي تصرخ وتحيط بي وترفع يدها في وجه السياف وتضع وجهها أمام وجهي ورقبتها أمام رقبتي عطر أنثوي شعر طويل كأنه قطع من ليل وعينان عينان ورمشان وشفتان هل أنا في الجنة؟ يستحيل أن أكون لازلت في تلك القرية الهندية إنها تضع يديها على وجهي في رقة وتنظر إلى عيني في قلق ثم تنظر لهم في غضب بوكاهونتاس هذا هو اسمها فتاة شابة في الثمانة عشر فاتنة صمراء هي ابنة الملك الهند الغاضب تدخلت لتحمين من قصوة أهلها وقد ذهل القوم بفعلتها هذه وتصمر الملك في مكانه وتحول غضبه إلى دهشة وقال لها كلاما بلهجة متسائلة فردت عليه بصوت ملائكي بكلمات تمنيت من حلاوتها ألا تنتهي قفض السياف سيفه وتراخت عضلات الرجال الممسكين به وصمت الجميع وتكلمت بوكاهونتاس مذكرة بوكاهونتاس كنت جالسة بجوار أبي كالعادة حتى دخل علينا أوبي تشانكا وماه الرجل الوسيم ينظر منتهشا إلى ما حوله كان عمري عشرة سنوات وقتها كانت المرة الأولى التي أرى فيها شخصا من عرق مختلف فكنت أنظر له في دهشة حقيقية قام أبي من مجلسه وحياه مبتسما بتحية البوهتان لم يفهم الرجل شيئا بالطبع لكن كان هناك رجل من الكويكرز ترجم للوسيم التحية بلغته الإنجليزية أومأ الوسيم برأسه محيا ومد يده يصافح أبي كان أبي سياسيا رائعا عتبه في البداية على ما فعله في بعض القرى طلبا للطعام وعرض عليه أن يعطيه البوهتان أرضا أفضل من الأرض التي بانوا عليها موسكراتهم أرض كابا هوسيك فيها ماء عذب وماء مالح ومخرج يمكن أن يضع فيه سفنهم وعرض عليه أن يكون قرية تابعة للبوهتان وموالية لهم وسيمدهم البوهتان بالطعام ويساعدونهم في البناء ويزوجونهم أجمل فتيات البوهتان أقام عندنا الرجل الوسيم الذي عرفت أن اسمه جون سميس أربعة أيام فقط أكرمناه فيها أيما كرم وكنت أقدم له الطعام بنفسي وألعب معه وأمد يدي لأشهد شعره الذهب كل حين علمني بعض الكلمات الإنجليزية وعلمته بعض كلمات من لغتنا لغة الجونكو وفق سميس على التعاون معنا وعلى عرض أبي وفق كاملة بدون شروط وطلب منه أبي أن يساعده ضد الأسبان المخربين الذين يهاجمون مملكة بوهتان كل فترة ووافق سميس ووعد أبي أن يكون هو والإنجليز تحت قياداته مذكرة جون سميس بعد أن اعترضت بوكهانتس طريق السياف بهذا الشكل تبدلت معاملة القوم لي إلى النقيب يبدو أنها محبوبة جدا بين قومها أصبح الجميع يعاملونني بلطف وقدموا لي الطعام والشراب إن طعامهم غريب لكن مذاقه رائع شهر كامل أمضيته مع الهنود الحمر في قريتهم العجيبة كنت أود لو أخطف بوكهانتس الجميلة وأهرب بها من هذه الأرض إلى أرض ليس فيها سواء أنا وهي اتفق مع الملك الذي أصبحت أسميه بلاتين نسبة إلى بوهتان على أن نكون موالين له وأن نوقف المناوشات المتكررة بيننا وقال إنه سيرسل لنا الطعام بشكل منتظم كان يجب أن أهادنه وأوافقه فهو لا يعلم نية الإنجليز بعد إن نياتنا هي احتلال بلاده كاملة سواء رضي بهذا أم لم يرضى هذه أرض راقية تستحق شعبا متحضرا راقيا ليس شعبا همجيا مثل شعبه إلا إذا رضوا أن يرتقوا فسيعيشون معنا في سلام بهذا عدت إلى المعسكر وفوج الرجال بعودتي لأنني عدت ومعي هنود كثيرون محملون بموائد الطعام أثناء وجودي في المعسكر كانت بوكهانتس تأتي كل ثلاثة أيام أو أقل لنمضي اليوم معا على نهر يورك لقد أحببت بوكهانتس وأحبتني المشكلة أن أبوها الملك لا يقبل بالخضوع تحت لواء إنجلترا بل يريد أن تغضع إنجلترا تحت لواءه هو وكان هذا يعني صراعا قريبا وقتلا كثيرا لأهل بوكهانتس هذا صعب على نفسي لكن مصلحة بلادي فوق شهواتي الشخصية هكذا تعلمت لكن القدر لم يمهني لأشهد الحرب مع الجنود فوسط كل الترتيبات والتجهيزات التي كنا نقوم بها انفجر الذخيرة من الذخائر في وجهي بالخطأ مذكرة بوكهانتس فجأة مات جون سميث قالوا لنا إنه مات وتم نقل جثته إلى إنجلترا بدأ بينظر وينتظر أن يعرف القائد الجديد ليعقد معه نفس الاتفاق الذي عقده مع جون سميث لكن بعد موت جون سميث مباشرة بدأ الإنجليز في مهاجمة وتحولت المناوشات إلى حرب طاحنة مميتة قتل فيها الكثير جدا من أبناء البوهتان كانت الأسلحة التي يستخدمها الإنجليز فتاكة تبدو أسلحة البوهتان بالنسبة لها دمى أطفال وقد احتاج البوهتان وقتا طويلا جدا ليطوروا طرقا لمقاومة هذه الأسلحة ظلت الحرب مشتعلة ما يقر من الأربعة سنوات ذقنا فيها طعم الجحيم الحقيقي كان الإنجليز قوما شديد القصوة يختلون بالجملة واستخدمون أشد الأساليب حقارة وينقضون كل العهود بقى الطرفان يتصارعان حتى أتى ذلك اليوم الذي ذهبت فيه بأمر من أبي إلى قرية بوتاوميكس وهي قرية من القرى التي لم تكن موالية للملك كنت ذاهبة هناك في مناسبة اجتماعية مهمة ولما وصلت هناك نصبوا لي فخا وخدعوني وقبضوا علي كان الباتوميكس هم من نصب لي الفخ عرفت أنهم موالون للإنجليز ضد أبي شعرت بغصة في حلقي إنهم يودون استخدامي للضغط على أبي الموت أهون علي من أن أكون سببا في هزيمة أمتي في هذه الحرب كنت محبوسة في سفينة من سفنهم الكبيرة في غرفة ضيقة وحالتي سيئة جدا بسبب اهتزاز السفينة المستمر أثناء وقوفها في الماء أفرغ ما في جوفي كل يوم وأدوخ وأفقد الوعي وهؤلاء لا يفهمون أني أود الأنتقال بعيدا عن السفينة ويظنون أن ما بيه هو بسبب الاكتئاب والخوف خسئتم جميعا ليست بوكهانتز من النساء التي يخفن أو يضعفن بسبب الأسر الأمر فقط ضوار البحر وفي ظلمة الليل بين هزل السفينة انفتح باب غرفاتي الضيقة ودخل كيان لم أتبينه جيدا لكنه كان رجلا ضخما بالتأكيد وقف على الباب قليلا كالصنم كان يدخن أعطاه الظلام والدخان المتصاعد منظرا مقبضا تقدم مني الرجل وسألني بالإنجليزية سؤالا لم أفهم منه شيئا ثم تقدم أكثر وامتدت يده لتتحسس عنقي كنت مقيدة لكني رفعت ركبتي وطعنت بها في بطنه فانقبض متألما وصاحب كلمات غاضبة ثم بدأت المأساة جن جنون الرجل وأمسك بي وفعل كل ما يمكن أن يفعله ذئب بفتاة جميلة مقيدة ثم قام عني وقال بضع كلمات وعدل منابسه وانصرف تاركا إياي أتجرى دماء عذريتي وأتجرى معها دموعي هنا في هذه الليلة وفي هذه الغرفة الحقيرة فقدت أنا بوكهانتس ابنة الملك أغلى حلم من أحلام الفتيات سرقه مني حيوان فقدت عذريتي لم أعد أصلح لشيء ليتني موتت قبل هذا ولولا أنني مقيدة بهذه الحبال لرميت نفسي في الام مذكرة جون سميث انفجرت في وجهي ذخيرة من الذخائر عن طريق الخطأ أصبت بحروق كثيرة لكنني لم أمت وغادرت إلى إنجلترا للعلاج وقال الإنجليز للهنود الحمر إن جون سميث قد مات في محاولة منهم للتملص من المعاهدة التي عاهدتهم إياها مر شهر أو شهران ولم يستطع قوم الاحتمال أكثر وبدأوا الهجوم بدراوة كنا دائما ننتصر لأن تسليحنا يفوقهم وإن كان عددهم يفوقنا استمرت الحرب بيننا وبينهم سنين طويلة حتى أصل الإنجليز بوكا هانتس أثناء إحدى الحملات كانوا يعرفون مدى تعلق والدها بها لهذا اختطفوها كوسيلة للضغط عليه وكوسيلة حماية فهو ليس مجنون لعمل أي هجوم وأغلى ما يملك بين أيدينا طلبنا منه فدية كبيرة تعجيزية لكنه لم يدفعها كاملة ولهذا أبقينا بوكا هانتس الجميل عندنا أثناء وجود بوكا هانتس في الأسر بدأت بذرة إعجابها بحضارتنا تتكون وتكبر منذ علاقتي بها وهي تعشق حضارتنا وقد لمست فيها حب الحضارة وكراهية التخلف والهمجية التي تراها في قومها وبدأت هذه البذرة تنمو أثناء أسرها خاصة مع التعامل الراقي الإنجليزي الذي كنا نعاملها به حتى إنها اقتنعت بالمسيحية وتحولت إليها وتم عمل طقوس تعميد لها وتغيير اسمها إلى ريبيكا سميناها بهذا الاسم تيمنا بريبيكا المذكورة في الطورة أم يعقوب وعيسيو فكل واحد من يعقوب وعيسيو انحضرت منه أمة فكانت ريبيكا أما لأمتين وكانت بوكا هانتس تمثل التقاء أمتين أمة الإنجليز وأمة الهنود الحمر تطور حبها لحضارتنا إلى كره لحضارتها حتى إننا أثناء أسرها سمحنا لها بمقابلة وفد من قومها كان أبوها وسطهم فلما رأتهم صرخت في والدها وقالت له إنها تكره لأنه اتضح لها أنها أرخص عندهم من سيوف قديمة وقطع من فؤوس وتقصد الفدية التي طلبناها والتي كانت تشمل أسلحة قومها تقدم للزواج ببوكا هانتس واحد من أكبر تجار إنجلترا هو جون رولف وقابلت الزواج بسعادة بالغة وكان هذا الزواج إعلانا للسلام بين الأمتين بعد طول حرب فكانت حقا أما لأمتين سافرت بوكا هانتس مع رولف إلى إنجلترا وقدمت إلى المجتمع الإنجليزي باعتبارها حمامة السلام بين أمتين عظيمتين لكن المشكلة أنني أنا أيضا كنت في إنجلترا وقد رأتني بوكا هانتس صدفة فجأة أمامها مذكرة بوكا هانتس كرهت نفسي أنا سبب هزيمة قومه أنا بلا شرف بلا قيمة ولا وزن لست أعلم من هو الذي اغتصبني حتى الآن لكن في اليوم التالي جاءاني رجل يبدو ثريا اسمه جون رولف وعرض علي الزواج مقابل أن تنتهي الحرب بين قومه وقومه وفي غمرة آلمي وحيرتي وجدتها فرصة لإصلاح كل شيء فشعوري بأن سبب مأساة قومي سينتهي بهذا الزواج الذي سأحقم به دماءهم الغالية وشرفي الذي أضاعه حيوان يمكن أن يجبره الزواج وإن كان زواجا من أناس لم أكره في حياتي مثلما كرهتهم بكل حظلقتهم وتنطعهم وقصوتهم وخداعهم إلا أنني كنت مضطرة من أجل قومي وحتى يتم الزواج قالوا لي إنه يجب أن أدخل في المسيحي وأتخذ لنفسي اسما جديدا هو ريبيكا وفقت على كل هذا بلا شروط وتم زواجي إلى ذلك الرجل الغني وتوقفت بالفعل حرب دامة سنين طوال كان قومي فيها هم الضحية دائما وسافرت مع رولف إلى إنجلترا وهناك عرفت أن زواجي لم يكن بدافع السلام كما يحاولون أن يظهروا لقومهم في إنجلترا لقد كان دعاية دعاية لمستعمرتهم التي بنوها في أرضي والتي سموها مستعمرة فيرجينيا كانوا يريدون للعالم أن يرى كيف أن الأوضاع في القارة الجديدة التي ذهبوا لإستعمارها أوضاع رائعة وأن أهل القارة الجديدة أحبوهم والدليل هو الأميرة بوكاهانتس ابنة الملك الهندي الأحمر أثناء وجودي في إنجلترا أعرفت أن جون سميث ذلك المخادع الكبير لم يمت وإنما قالوا لنا ذلك لأنه كان قد عقد اتفاقا مع أبي لم يكن ينوي هو وقومه الالتزام به بل إنني قابلت جون سميث بالصدفة ذات يوم وقلت له في وجهه إنه مخادع كبير وأنني كنت أظنه رجلا صالحا كما ظنه قومي لكنه في الحقيقة ليس سوى مستعمر دموي قذر وبدأ صوتي يعلو في مواجهة كل هذا الخداع الذي يجبروننا أن نعيشه فيه ودخلت في صراعات عديدة مع جون رولف وبدأت أرفض بشدة حضور الاجتماعات والمناسبات التي كانوا يجبروني على حضورها حتى لم يعد أمام جون رولف إلا حل واحد لا ثاني له ذات يوم بعد شربة من ماء شعرت أن الدنيا تدور حولي وتدور بداخل رأسي ووهن جسدي على وهنه وسقطت على الأرض أدركت أن رولف قد دس لي السم في شربة الماء أدركت أنهم أرادوا أن يرتاحوا من إزعاجي ويحافظوا على الصورة التي صوروها للعالم عني الفتاة التي تكره قومها الهمجي وتحب إنجلترا وتدعو الإنجليز للقدوم إلى أرضها واحتلالها لنشر حضارتهم فيها هذا ما أرادوا للعالم أن يصدقوا وقد صدقهم العالم ولا زال يصدقهم وسيظل يصدقهم حتى النهاية أما البوهتان وحضارة البوهتان العظيمة ودماء البوهتان الغالية التي سالت على أردنا أنهارا فلا أحد يكترث بها فماذا تعني هذه الدماء مقارنة بالدماء الملكية الإنجليزية؟ لا شيء وبهذا غزت إنجلترا القارة الأمريكية غزوا وحشيا لا يعترف بحقوق إنسان أو بغيرها كانوا يقتلعون الجميع بدم بارد أهوج الحقيقة المريعة التي يغفيها التاريخ الأمريكي أن تمثال الحرية في الحقيقة قد أقيم على حساب أرواح ملايين لهنود الحمر فالمشكلة التي واجهت الأوروبيين المستعمرين البيض هي أنهم وقعوا على أرض خصبة زراعية واسعة الأرجاء تحتاج إلى عدد كبير جدا من الأياد العامرية ولقد حاولوا أول ما حاولوا بدلا من أن يقتلوا الهنود الحمر أن يستعبدوهم كنت ترى مئات الشاحنات المحملة بالأطفال الهنود الحمر والنساء وكان النساء أكثر أهمية لأنهم فضلا عن العمل الشاق الذي يقومون به في الأراضي الزراعية فهم كانوا يمثلون موتعة جنسية لا حصر لها للسادة البيض ومن يرفض من الهنود أن يتم استعباده كان يقتل والتاريخ يحكي آلاف عمليات حرق القرى وإبادة السكان كاملين فيها وتسميم الآبار حتى وصل رقم الهنود الذين تمقت لهم إلى 80% من عدد الهنود الأصلي وهذا يعني رقما مهولا يقترب من أكثر الإحصائيات خاجلا من الخمسين مليون هندي أحمر أو ربما أكثر من ذلك لكن الأرض كانت واسعة جدا ولا يمكن للهنود وحدهم أن يعملوا عليها كانت هناك ملايين الأفدنة تحتاج لمن يعمل عليها وهنا توجه المستعمرون البيض إلى أكثر قارة تنجب رجالا أشداء أقوياء في هذا العالم توجهوا إلى أفريقيا عشرات الملايين من الزنوج تم حشرهم مقيدين بالأغلال في السفن الإنجليزية وتهجيرهم قصرا إلى أمريكا ليعملوا هناك في الأراضي هؤلاء كانوا يشكلون قوة عاملة عظيمة جدا ومجانية والزنوج الذين سيقوا إلى أمريكا كان يموت أكثرهم إما جوعا أو عطشا أو اختناقا من تجديسهم على بعضهم البعض بالمئات أو يموت من رصاص البيض الغزاء ذوي المزاج المتعكر كانت أكبر ملحمة لإنسانية أقيمت في التاريخ كله حرب إبادة شاملة عرقية على الهند الحمر وحرب استعباد شاملة على الزنوج وهكذا أقيمت أمريكا بلد الحرية والديمقراطية الرائعة حتى إن أبو الحرية الرئيس الأول جورج واشنطن نفسه كان يملك ثلاثمائة عبد وجارية في مزرعته الخاصة ولم يحرر واحدا منهم قط حتى وفاتهم إن بوكهانتس هي الصادقة وجون سميث هو الكاذب ولقد ذكر الكاذب في مغامرات متعددة من مغامراته قصصا من وحي خياله عن فتيات يحبونه وينقذنه من الموت بالطبع حكاية بوكهانتس اشتهرت بعد فيلم ديزني الشهير لها والذي يحكي القصة من وجهة نظر جون سميث أما وجهة نظر بوكهانتس فكان من المستحيل أن تعرفها لو لأنك قرأت كتابي هذا إن البوهتان لا يكتبون لم يكتبوا تاريخهم في أي كتاب إنما يحتفظون به في أدمغة الكويكرس وهم رجال حكماء يعرفون كل شيء حتى أتى إثنان من الهنود الحمر المعاصرين من الذين يحملون الجنسية الأمريكية وقرر أن يكتب القصة الحقيقية لبوكهانتس حتى يعطي الحق لأهله لكن كتابهما هذا بالطبع تمت محاربة انتشار ولم يشتهر حتى لا تسود الصورة اللامعة الجميلة التي أظهرتها ديزني في فيلمها الذي أصدرت منه جزئين ولا تظن أن الحكاية مروية في الفيلم فقط بل إنها مروية في جميع الموسوعات وكتب التاريخ العالمية بناء على وجهة نظر جوني سميس فقط أما وجهة نظر الهنود الحمر فلا أحد حاول حتى أن يستمع إليها ولعلك تتساءل ما سر الورقة التي أريتك إياها قبل هذه الحكاية ورقة الإيلوميناتي ورسمة الهرم والعين أعلى هذه الرسمة نفسها هي الموجودة على الدولار الأمريكي وقبل أن أخبرك بأي شيء أريد منك أن تزيح كل ما قرأت أو سمعت عن هذا الموضوع جانبا وتستمع لي جيدا لعلك قد لاحظت أن جوني سميس كان يعرف بعض المعلومات عن الهنود الحمر قبل أن يحط بسفينته عندهم هذه المعلومات كلها كان قد جمعها رجل يدعى السير وولتر ريلج وهذا الرجل هو الأستاذ الأعظم لمنظمة سرية تدعم منظمة الصليب الوردي أو الروز كروشن وقد كان مستكشفا وبالمناسبة هذه المنظمة ها أنا أريك ورقة من أوراق اللعبة هي ورقة الروز كروشن وعليها صورة صليب مزين بالورود ذات اللون الزهري وهي منظمة تفرعت عن الماسونية لكنها أكثر منها انغلاقا وأكثر سرية عرف وولتر أن أرض أمريكا هي أرض خالية من العوائق ليس فيها سلطات وليس لها تاريخ وليس فيها عقائد ولا حواجز تحول بين من يسيطر عليها وبين أن يكون مجتمعا جديدا بأفكاره هو ولغاياته هو وهي فرصة للحركات السرية لن تتكرر فرصة لهم ليقيموا لهم والمرض الأولى دولة بعيدا عن زحام دول أوروبا وتعقيداتها وبدأ أن الحركات السرية كلها مقبلة على أهم انعطاف في تاريخهم منعطف اسمه أمريكا وبعد حكاية جون سميث وبوكهانتس والمستعمرات الإنجليزية السفاحة التي قتلت من الهنود الحمر ما قتلت أصبحت هناك ثلاث عشر مستعمرة إنجليزية تجري من تحتها أنهار من دماء الهنود الحمر وهنا أرسلت الماسونية رجلا يدعى لافايت رجل من الدرجة ثلاثة وثلاثين هذا الرجل هو الذي وحد صفوف المستعمرات الإنجليزية كلها ثم أرسلت الماسونية أحد الماسونيين المهمين وهو فريدريك شتورين جنرال عسكري محنك نزل إلى المستعمرات وحول الميليشيات العسكرية المفككة لها إلى جيش موحد ثم قامت الثورة الأمريكية بدأت بما يعرف بحفلة شاي بوستون الحكومة الإنجليزية غفعت الضريبة على الشاي فتسلل رجال ماسونيين متنكرون في زي هونود حمر إلى سفينة تحمل حمولة الشاي ورموا كل حمولة الشاي التي على السفينة في البحر غضبت الحكومة البريطانية أو مثلت أنها غضبت وردت ردا عنيفا مما أدى لنشوب ما يدعى بالثورة الأمريكية ونجحت الثورة الأمريكية وحصلت أمريكا على استقلالها وصارت دولة كبيرة مستقلة وها أنا أعرض عليك ورقة أمريكا وعليها صورة عالم أمريكا وأمامه تمثال الحرية يلعب بكرة تحت قدمه الكرة الأرضية كل هذا جميل ولكن دعنا ننظر إلى وثيقة استقلال أمريكا والتي وقع عليها أربعون اسما كان أول تسعة عشر اسما منهم ماسونيين وهذا ليس كلاما أتكلم به في الهواء بل هو كلام موثق دستور أمريكا وقع عليه ستة وخمسون شخصا أول ستة وعشرين اسما منهم ماسونيين أو رئيس لأمريكا هو جورج واشنطن ماسوني وكل هؤلاء معروفون رسميا استقلال أمريكا كان عام 1776 وفي نفس العام بالضبط أنشئت حركة سرية في بفاريا بألمانيا اسمها منظمة الإيلوميناتي ورمزها هو الهرم غير المكتمل والذي تعلوه عين ورأوها نور ساطع أنشأها رجل يدعى آدم وايزهاوبت ودمجها بالمواسونية ليصبح منظمة واحدة عالمية والآن دعنا ننظر معا إلى ورقة الدولار الأمريكي الواحد وكما تعرف دائما فئة عملة الواحد في أي الدولة هي التي تمثلها دعك من الوجه الأمامي ونقلبه معا على وجه الخلفي هل ترى الهرم والعين على يصار كلمة وان؟ هذا الرمز لا علاقة له بأمريكا من قريب ولا من بعيد إنما هو رمز الإيلوميناتي فوق العين ترى كلمة النوتي كوبيتيز وهي كلمة لاتينية معناها الحرفي هو الذي وافق على حمايتنا وتحت الهرم كلمة هي سيكلورم النوفوز أوردو وهي كلمة لاتينية أيضا معناها الحرفي هو النظام العالمي الجديد لو كنت عضوا في الماسونية أو الإيلوميناتي فستتعلم معنا جديدا لكل رمز من الرموز كلما ترقيت درجة فالعين في البداية هي عين الله المطلع على كل شيء ثم تكون عين أزوريس ثم تتحول لتكون عين اللوسيفر المطلع على كل شيء فاللوسيفر يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو مراقب مطلع على كل ما يقوم به البشر ثم في الدرجات المتقدمة جدا ستتعلم أن هذه العين هي عين أخرى تماما عين أنتخريستوس والنظام العالمي الجديد هو نظام أنتخريستوس والنور حول العين تتدرج معانيه أيضا فهو في البداية نور الله ثم يتحول ليصير نور يوها ويوها هي الله في اليهودية القديمة وممنوع على أحد أن يتفوه بهذا الاسم إطلاقا لأنه اسم الله الأعظم ثم يتحول في النهاية لنور لوسيفر لأن لوسيفر هو حامل النور والهرم تتعلم أنه يرمز إلى الحد الغربي لحلم بني إسرائيل من النيل إلى الفرات فالحد الغربي هنا هو النيل لأن النيل قديما كان يمر من الهرم ولذلك فالهرم موضوع في يسار الدولار ثم ستتعلم أنه يرمز إلى محل استحضار الإله لوسيفر أما الرمز على يمين كلمة وان فهو رمز للطائر يبدو كأنه نسر أو سقر فوق رأسه 13 نجمة صغيرة تكون فيما بينهما نجمة سوداسية نجمة داود الشكل الذي عليه قدس الأقداس هيكل سليمان وهو موضوع فوق رأس الطائر كرمز على أن هذه النجمة السوداسية فوق رأس أمريكا وشعار أمريكا طبعا من قام بتصميم هذا الشعار اللجنة كل أعضاؤها هم أعضاء رسميون معروفون في منظمة الإيلوميناتي وأشهرهم بين جامين فرانكلين وجون آدمز وتوماس جيفرسون وبالنسبة إلى كلمة النظام العالمي الجديد التي يرددونها ويدعون لها طيلة الوقت فهم يريدون أن يوحدوا أفكار العالم وأزياء العالم واهتمامات العالم لتصير كلها أمريكية وقد نجحوا في هذا إلى حد بعيد هذا واضح في أزياء الناس والمطاعم التي يأكلون منها والأغاني التي يسمعونها ولا أقول أن هذا سيء لأنني أمريكا ومن المفترض أن يعجبني هذا لكنني فقط أقول أنه لا توجد أمة من الأمم نهضت بغير لغتها خذ اليابان كمثال هؤلاء يفرضون لغتهم فرضا خذ فرنسا وألمانيا كمثال آخر هل فهمت قصدي الآن؟ لازلت لا تصدق أن أمريكا دولة ماسونية وأنني ممن يطلقون عليهم المؤمنين بنظرية المؤامرة والتي يلقون عليها كل مشاكل العالم حسنا إن الاحتفال الذي تم فيه وضع حجر الأساس لمبنى الكابيتال الأمريكي هو احتفال تم بتقوس ماسونية وأزياء ماسونية ومن كان يديره هو محفل الميريلاند الماسوني وهم يعترفون بذلك ولا ينكرونه بل ويفتخرون به رؤساء أمريكا كلهم ماسونيين من أكبرهم إلى أصغرهم من أولهم حتى أوباما وهذا رسميا وليس الدعاء من عندي كلهم معد واحد فقط هو جون كينيدي الذي عندما نمى إلى علمه وجود منظمة خفية تدير بلاده خرج في خطاب رسمي على الملأ يهاجم فيه وجود منظمات سرية ويقول إن هذا غير مقبول وأن على الدولة أن تحارب مثل هذه التنظيمات حتى إنه أراد تفتيش مفاعل دايمونة النووي الإسرائيلي هل تدري كيف تم قتل جون كينيدي بعد أن ألقى الخطاب أم تريدني أن أضيع مزيدا من الوقت في إخبارك ومن قتلوا جون كينيدي هم أنفسهم الذين قتلوا الملك فيصد بن عبد العزيز لما قطع البترول عن أمريكا وهم أنفسهم الذين قتلوا السادات ولا أعني بهم نفس الأشخاص بل أعني نفس المنظمة أو منظمات تابعة لهم فكل هؤلاء كانوا رجالا كما يجب أن يكون الرجال وهذا الصنف من البشر واجب القتل الفوري عند الإيلوميناتي عندما ظهرت رائحة الماسونية العفنة بدأت تخصص جزءا كبيرا جدا من أموالها للأعمال الخيرية والمنظمات الخيرية وعندما أقول أموال فأنا أعني بلايين حتى يقنع العالم أنهم منظمة تسعى إلى الحرية والإيخاء هناك الهديد من المؤسسات الماسونية في بلادك تدعي أنها تعمل أعمالا خيرية فلا تنخدع بها أبرزها نوادي الروتاري ونوادي اللايونز لكن مهلا لسا كل من رأيته حاضرا في أحد هذه النوادي هو ماسوني فهذه النوادي هي نوادي عامة وخلال عملها الخيري قد يستعين من آن لآخر بشخصيات هامة كنوع من الدعاية لحملاتهم وهذه الشخصية العامة قد تكون من أنظف شخصيات البلد ولا يدري أي من تلك الشخصيات شيئا عن الحقيقة المريعة التي تختفي وراء تلك النوادي أو تلك المنظمات أو ربما يدري ولكنه لا يسمح لهم باستغلال النفوذ وتأثيره إلا في عمل من أعمالهم الخيرية وليس كل من انضم إلى الماسونية شريرا بالمناسبة فلا تنخدع أيضا فقد سبق ونوهت إلى أن هناك درجات كثيرة في الماسونية وأن أول ثلاث درجات فيها هي بمثابة كشفات لاختيار من يصلح إلى الترقي بعد هذا ولا يكون المرء ماسونيا شريرا إلا بعد وصوله إلى الدرجات العالية حيث يبدأ في معرفة حقيقة المنظمة وأنها يهودية ذات أهداف يهودية وأنه هو نفسه لابد أن يقسم على الطورة وحدها وأي رجل لامع حاولت الماسونية أن تجتذب وقبل الانضمام ثم ترك الماسونية في الدرجات الثلاثة الأولى فهم لا يتعقبونه ولا يؤذونه لكن المشكلة في من هم أمثالي ممن يحاولون أن يتركونها بعد أن يصلوا فيها لدرجات متقدمة جدا ولقد صدرت فتوى رسمية من الأظهر بتحريم الانضمام للماسونية وكل ما يتبع لها من نوادي مثل الروتاري والليونز وكذلك أصدر المجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي فتوى مماثلة وهي فتاوي طويلة تبين بشكل واضح أهداف الماسونية الحقيقية التي تم كشفها وتحريم الانضمام لها بناء على هذا الكشف والآن حان وقت لأكشف لك معلومة هامة وعدتك بكشفها في أول حديث معك سأكشف لك اسم لعبة الأوراق التي نلعبها هذه وهو اسم سيدهشك نوعا ما اسمها لعبة الإيلوميناتي النظام العالمي الجديد وهي متوفرة في الأسواق العالمية بسعر غالي نوعا ما يقترب من 300 دولار أمريكي تحتوي على حوالي 500 ورقة كل ورقة تحمل سرا أوراق منها تحمل سرا من أسرار الزمن وأوراق تحكي أحداثا غيرت مجرى الزمن وأوراق كتب فيها أسرار الماسونية والإيلوميناتي وأوراق تحكي خططا يود الإيلوميناتي تحقيقها وقبل أن نكمل أود أن أعطيك نبذة شديدة الإختصار عن وجود الماسونية والإيلوميناتي في الميديا الأمثلة كثيرة جدا لا حصر لها لكن سأذكر لك أهمها لو شاهدت فيلم ديزني علاء الدين ألا تذكر أن علاء الدين لما خرج له الجن الأزرق وقع ماهو عقد في ورقة طويلة ثم بدأت الأموال والنساء ينهالون عليه كان سكيتش راقص كوميدي ولكنه يعبر تماما عن الحقيقة باع نفسك للشيطان يأتيك الشيطان بكل ما تشتهي كما أذكر ذلك النادي الذي أنشأه سبونج بوم والذي كانت علامته هل نفسها علامة الإيلوميناتي؟ صنع هذه اللعبة هو ستيف جاكسون وهو عدو في منظمة الإيلوميناتي وهذه المنظمة على خفاءها إلا أنها مولعة بترك بصمة لها في كل مكان ففي أفلام السينما تغفي رموزها بين ديكورات المشاهد الهرم والعين المربعات الضيضاء والسوداء التي ترمز لاتحاد عالمي الجن والإنس المصطرة والفرجار ويتم دسها أيضا في الفيديو كليبات وفي أفلام الكارتون وفي مئات الكنائس حول العالم والخلاصة أن هذه اللعبة التي بين أيدينا هي أكثر خطوة جريئة قام بها المتنورون لترك بصمة لهم فرغم أن اللعبة صدرت عام 1990 إلا أن فيها تصطيرا لأحداث حدثت في هذا التاريخ بكثير هل تود أن أخبرك بأمثلة؟ فليكن سأخرج لك تلك الورقة هل ترى هذه الورقة؟ إنها ورقة الإرهاب وعليها صورة واضحة جدا لبرجي التجارة العالميين وهما يتفجران تذكر أننا تحدثنا عن اللعبة صدرت في 1990 أي قبل 11 سنة من انفجار البرجين فعليا لما استضمت بهم طائرتان عام 2001 في أحداث 11 سبتمبر هذه الورقة الثانية وهي ورقة البنتاجون وعليها صورة مبنى وزارة الدفاع الأمريكية وهو يحترق ولقد احترق بالفعل بعد أن استضمت به الطائرة الثالثة في أحداث 11 سبتمبر أيضا عام 2001 وهذه الورقة الثالثة هي ورقة الثورة وعليها صورة مباني تبدو عربية بينها مبنى طويل معلقة عليه صورة ضخمة لرئيس الدولة في رداء عسكري مبالغ فيه وهذا المبنى الطويل يحترق من أعلى وتبدو البلد في حالة ثورة واضحة وهذه الورقة تعبير عن الثورات العربية قبل حدوثها بـ 21 سنة وهذا الملك المرسوم صورته يبدو أقرب شيء لمعامر القذافي الورقة الرابعة هي ورقة الدكتاتورية وعليها صورة نفس البلد العربي ونفس المبنى وصورة الرئيس نفسه في رداء العسكري نفسه لكن لا توجد مباني تحترق وتبدو البلد في حالة مستقرة وفي هذا تعبير عن زعيم دكتاتور عربي سيثور شعبه عليه وخذ هذا وطبقه على أي ثورة من الثورات العربية تراها مناسبة الورقة الخامسة والسادسة هي ورقة الأميرة ديانا وورقة صدام حسين وتشير إلى مخطط مقتلهما فالأولى قتلت عام 1997 بعد سبع سنوات من صدور اللعبة والثاني قتل عام 2006 بعد 16 سنة من صدور اللعبة وهناك أوراق لأمور لم تتحقق بعد مثل كارت الكارثة وعليه صورة تدمير برج جينزاكواكو الشهير في توكيو وتبدو الساعة المميزة أعلى البرج واضحة وهي تنفجر والناس تجري مضعورة من تحتها لكني تعلمت أن نتعامل مع هذه الأوراق تعاملا مختلفا تعامل ساحر يأمر الجان وينهاهم ولقد شكلت من هذه الأوراق تعاويذ خاصة يتم تفعيلها لما أضعها بترتيب معين تعاويذ تخدم الغرض الذي عزمت على فعله وهو كشف الحقيقة لك أنت وللعالم كله من بعدك والآن يجب علينا أن نكمل فكل شياطين العالم والإيلوميناتي والماسونية والصحرة وكل شرور العالم تطالب رأسي الآن ولقد باتت رأسي قريبة جدا منهم كما أرى فلتعلم أنه علينا أن نكمل ولنترك هذه الأحاديث جانبا أنت الآن عرفت كيف بدأ السحر في هذا العالم كيف نزل اللوسيفر وعلمه لأول ساحر في التاريخ وهو النمرود ثم عرفت كيف استشر السحر في أهل بابل حتى صارع سحراتهم يحكمونهم بالشر وعرفت كيف أنزل الله هاروت وماروت ليعلم الناس السحر المضاد ثم عرفت كيف بعث الله النبي العظيم سليمان ليقتل كل السحر وعرفت كيف احتال الجن ودفنوا كتب السحر والعلوم الشيطانية تحت عرشه ثم بعد أكثر من ألف سنة نزل الشيطان بافومت إلى تسعة فرسان فرنسيين يهود وأخبرهم بمكان كتب السحر والعلوم فاستخرجوها وكونوا من بعد استخراجها منظمة كانت أغنى منظمة في أوروبا منظمة فرسان الهيكل والتي غيرت اسمها لاحقا إلى المنظمة الماسونية التي كانت المنظمة الأم التي تفرعت عنها العديد من المنظمات الأخرى السرية وعرفت أن أهم إنجاز من إنجازات تلك المنظمة كان إنشاء دولة أمريكا بالتوازي مع كل هذا تابعت حركة الأفعى الشيطان سيربانت وهو يفسد عقيدة اليهود ثم يفسد عقيدة المسيحيين ثم يفسد عقيدة المسلمين ويخرج من عباءة كل عقيدة عدة طواقف وقد حان الوقت الآن لتجتمع الماسونية مع الأفعى السيربانت لتتعلم إنجازات أخرى خطيرة قامت بها المنظمة وقام بها السيربانت إنجازات كانت البداية في طريق الغاية العظمى سواء للمنظمة أو لشياطين بناء هيكل سليمان المقدس ولن تعرف لماذا يود هؤلاء وهؤلاء بناء هذا الشيء اللعين إلا بعد حين لدينا على طولتنا هذه المرة 12 ورقة يبدو عددا كبيرا تنتظرنا حكاية شديدة الدسامة دعنا نرى